وإحنا بنتكلم على الرياضة بشكل عام في الحقيقة كان ملفت للنظر بشكل كبير في مباراة سموحة فاركو بالجولة الأخيرة من الدوري العام إحنا مش بنتكلم هنا عن المباراة إحنا هنتكلم مع حضراتكم عن طاقم التحكيم النسائي اللي أدار هذه المباراة بقيادة شهندة المغربي ومشاركة مونة عطلة الحكم المساعد ويارا عاطف حكم الفيديو دي كانت أول مباراة بتشارك فيها ثلاث نساء يكونوا حكام في مباراة ده بيأكد أن المرأة المصرية في الحقيقة بتقدر أنها تقتحم أي مجال سواء كان هذا المجال للرجال فقط النهاردة معنا الحكم المساعد مونة عطلة اللي بتمارس التحكيم من 15 سنة لكن في الكرة النسائية مع مشاركات أوليلة جدا في كرة القدم للرجال مونة أهلا بيكي أهلا بيكي الحمد طيب في الحقيقة يعني هو نادرا جدا ما بنلاقي أي بنت أو سيدة بتحب كرة القدم أنا في الحقيقة من أنصار كرة القدم بشكل مش طبيعي وبحب كرة القدم أنت بقى قررتي تشتغلي حكم كرة قدم عشان أنت بتحبي كرة القدم ولا عشان فيه في الحقيقة تاريخ والد حضرتك حكم كرة قدم أخواتك كمان فيه منهم اللي بيحكم في الدوري الإيطالي وفيه منهم اللي بيعمل في مجال التحكيم النسائي هو مبدئيا يعني أنا دخولي مجال التحكيم مش عشان كنت بحب الكرة أنا كنت بحب بابا فهو اللي أدعمني وهو اللي أقدم لي وهو أول واحد شجعني أن أنا أدخل المجال لأن بابا أصلا مدرب كرة القدم كابتال محمود عطلة وعنده مكتبة رياضية كبيرة جدا مزهلة واخد لقب أشهر قرق رياضي فعلى مستوى الرياضة عموما بابا ملم بكل حاجة وكان قابلي في أحمد ومحمد إخواتي طبعا كانوا في مجال التحكيم هو أقدم لهم برضو كانوا في المجال فما كانش جديد على البيت أن أول ما يبقى فيه بقى حكمات في الاتحاد المصري يعني أن بابا لازم كان يقدم لي فهي جات الفكرة وجيه حب المجال بقى من البيت يعني من بابا ومن إخوتي طبعا اللي سبقوني ومحمد حاليا بيحاكم في الدوري الإيطالي ودخل بعدية بقى أسناء ومروا ومصطفى وحاكم دلوقتي درجة أولى مصطفى عطلة فبقينا ستة حكام بقى في البيت يعني مونة هل مجال دراستك مرتبط بفكرة التحكيم وهل وجهتي صعوبات في البداية أنا خارج التربية ريادية مجال دراستي مش بعيد طبعا عن الرياضة عموما يعني مش كرة القدم بس موضوع الصعوبات بقى اللي في البداية طبعا وجهنا صعوبات كثيرين أنا أول دفعة محكمات في مصر كانت سنة 98 يعني مثلا من أكتر من 20 سنة تقريبا كان مجال الكرة جديد برضو ما كانش لسه فيه منتخب كان لسه برضو بداية أن نعمل منتخب كرة نفائية ونعمل فرق كرة نفائية فكانت بداية على المجتمع كله وبداية على الناس عموما يعني أن يبقى فيه أصلا بنات بتلعب كرة وكمان محكمات كرة قدم فالصعوبة كانت طبعا في البداية أن ننسي إزاي يعني تفردي شخصيتك وتفردي على الناس أن ننسي تقدري تقومي بالمجال ده اللي هو دايما معروف أنه هو حكر على الرجال فقط يعني إزاي تثبتي وجودك وإزاي أن أنت تنجحي فهي كانت الصعوبة طبعا في الأول يعني في كده غير دلوقتي خالص يعني طب احكينا عن مواقف تعرضت لي يعني دايما إحنا بنشوف كده في الملعب بيكون في مناوشات بين اللاعبين والحكام هل في مواقف تعرضت لها مواقف حتى لو خفيفة يعني هي المواقف اللي احنا تعرضنا لها عموما في البداية كان استغراب للناس سواء جمهور بقى أو لعيبة أو حتى أجهزة فنية يعني كانوا مستغربين جدا أنه فيه بنت ممكن تنزل الملعب يعني أنا أتذكر أن أنا كنت في مباراة ودخل المدرب قال لي هو أنت في الملعب يعني أنت هتحكمي فقلت له اه أنا حكم قال لي ايه دا مش معقولة يعني الفتات نسيبهم في البيت يقولنا في الملعب طب احنا نروح منكم فين يعني فكاد بالنسبة لهم حاجة جديدة أن إزاي مرأة هتنزل تحكم كرة قدم يعني فحاجات لطيفة بقى بنقابلها من نوع ده يعني لكن مفيش حاجة يعني تدايق إحنا برضو مجتمع شرقي عندنا عداية وتقاليد بنحترم المرأة جدا طبعا لكن هي كلها كاد حاجات لطيفة أن هي مجال جديد على المرأة بس والناس ما كانتش متعودة زمان أنهم يشوفوا سيدة طبعا تحكم أو تلعب كورة عموما يعني طبعا غير دلوقتي دلوقتي الفيفا بتساند دوت رئيس نفسه بيساند المرأة في جميع المجالات مش بس الرياضة شفنا محكمات بتحكم في الدور الأوروبي فالسوشيال ميديا أعتقد أن لأ بقى دلوقتي خلاص ساعد الناس أنها تعرف أن لأ فيه بنات ويقدروا يحكموا ويقدروا يمرسوا كرة القدم يعني طيب بقى لك يا مونا 15 سنة بتشتغلي حكم في مباريات حققتي وصلتي للطموحة اللي أنت كنت يحطها ولا لسه عندك زيادة في حاجات تانية عايزة تحقق إيها وإيه هي هو أنا بقى لي أكتر من 15 سنة بشوية لكن أنا الحمد لله حققت جزء كبير من طموحي في المجال أنا شاركت في كاف عالم مرتين للسيدات شاركت في الأولمبياد شاركت في أمم أفريقيا أكبر بطولة بتتعامل في الاتحاد الأفريقي طبعا للسيدات شاركت فيها حوالي 6 أو 7 مرات شاركت في بطولة شمال أفريقيا في البطولة العربية أنا شاركت تقريبا في بطولات كثيرة يعني الحمد لله طبعا غير المتشاط الدولية اللي أنا شاركت فيها على مدار عمري التحكيمي فالحمد لله لحد ما طبعا أنا راضية جدا كمان مشاركتنا في الدوري الممتاز للرجال ذي كانت حاجة طبعا إضافة كمان للتاريخي لأنها بالنسبة لنا هنا في مصر جديدة علينا ما حصلش قبل كده طبعا إحنا شاركنا أفكا في مصر شاركنا في ممتاز بيه لكن إحنا ناخد في الدوري الممتاز وننجح بالشكل دوت وناس كتير قوي تشيد يعني بقراراتنا وتشيد بأداءنا في المباراة فذي كانت حاجة بالنسبة لي إضافة كمان لكل التاريخ اللي أنا عملته ده إن أنت تنجحي في بلدك وسط يعني الناسك هنا طبعا ده أكتر كثير ما تنجحي بره في أي بطولة طبعا بره بره بلدك يعني فلما تنجحي في بلدك كمان وتقدر أن أنت تديري في الدوري الممتاز بتاع بلدك واللجنة تبقى واثقة فيكي والمدربين والأجهزة الفنية يبقوا راضيين عن أدائك فده أعتقد أن ده أكبر نجاح الواحد عمله يعني صح وإن شاء الله تحققي كل النجاحات وتحققي وتوصلي لكل اللي أنت رسميه لنفسك والمستقبلك مونة عطالة حكم كرة قدم أنا بشكرك في الحقيقة جزيل الشكر